مشاهدين أهلا بحضراتكم تنفيذا لتوجهات السيد رئيس عبدالفتاح السيسي وفي إطار المبادرة الرئاسية لتبني المواهب والتي كانت قد أطلقتها الأكاديمية الوطنية للتدريب أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة في بيان مشترك منهم عن تبنيهم للطالبة المتفوقة منة الله عماد والتي حصلت على المركز الأول على المرحلة الإعدادية وذلك على مستوى محافظة كفر الشيخ تتكفل كل من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة بتخضين كافة أوجه الدعم اللازمة للطالبة المتفوقة في كافة مراحلها التعليمية القادمة حتى تخرجها من الجامعة يأتي ذلك بناء على توجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبني الطالبة تعليميا نظرا لظروفها الأسرية الصعبة ودعما لتفوقها العلمية من عماد إبراهيم الأولى على محافظة كفر الشيخ في الشهادة الإعدادية بعد حصولها على مجموع 287.5 درجة مثال لمعنى أن ليست رفاهية أو أن الإمكانيات العالية ليست رفاهية أو الحياة الرغدة هي السبب في التفوق في المراحل التعليمية كانت من أوضحت في تصريحات خاصة لليوم السابع أنها بتنام على مرتبة من البلاط تفترش البلاط تذاكر في جردل أو على جردل طوال ثلاث سنوات كاملة مرت بظروف عائلية كبيرة وقاسية بعد عودتها من المملكة العربية السعودية لكن بعد عودتها حدث خلاف بينها وبين والدها وولدتها أدى الامتصال وتبدل الخالق والدتها بتعتبر بمثابة الأم والأب لها من مثال على معنى أن من رحم المعاناة طولت قصص النجاح وبعد انتشار قصتها بعد نجاحها وحصولها على المرتبة الأولى على محافظة كفر الشيخ أعلن السيد الرئيس وكلف بتوجيهات زي ما قلنا لحضراتكم في إطار المبادرة الرئاسية لتبني المواهب التي كانت قد أطلقتها الأكاديمية الوطنية للتدريب أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة في بيان مشترك بينهم عن تبنيهم للطالبة المتفوقة من نطلع عماد خاصرت على المركز الأول على الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة كفر الشيخ فعلا لكل مجتهد نصيب وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله دي كانت قصة مننا قصة كفاح في الصغر قصة طموح ما وقفش قدام الظروف أو استسلم لازم كلنا نتعلم من القصة دي وناخد مننا قدوة لأن دي فعلا القدوة الحقيقية مشكركم شكرا جزيلا على المتابعة وانتظرونا دوما في المزيد فعلا لك